السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعي الكرام حياكم الله اليوم معنا طريقة انشاء وفتح حساب مطور لمتجر السامسونج طبعا من اجل رفع التطبيقات بشكل مجاني مجر السامسونج بشكل مجاني رح نتعلم طريقة انشاء الحساب بهذا الفيديو ان شاء الله اذا كنت مهتم بهذا الامر تتابع مع الفيديو لالنهاية رح نتعلم بكل سهولة ان شاء الله والخطوات اللازمة لفتح وانشاء حساب المطور من اجل طبعا امكانية رفع التطبيقات بشكل مجاني لانه متجر سامسونج مثل ما قلناكم مجاني اما متجر جوجل بلايز اذا طلب منها 25 دولار من اجل فتح الحساب خلينا نقوم بالتقال الى التفاصيل اول شي رح خليك رابط الفيديو اعفوا نرابط الموقع اسفل الفيديو باتضغط عليها رح تتحول بشكل مباشر مشان ما تبحث وتتعذب بعد ما قمنا دخلنا الى موقع رح نفوت ننطي الخيار افتح حساب الان رح نفتح حساب جديد نضغط على افتح حساب الان طبعا لازم تعطي ثلاث نقاط والعرض باصدار سطح المكتب تكون عليها الصح كأنك فيتح من لابتوب تمام بعد ما فتحنا هاي رح نعطي قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب نضغط على الخيار هذا ننتظر قليلا حد ما تفتح ادنى الصفحة حاليا رح يفتحك بهذا الشكل اذا كان عندك ايميام سجل انت حساب سامسونج دخله اذا ما عندك تعطي create account هاي الكلمة نضغط عليها رح نساويح سهب جديد ادنى رح نعطي اوافق على كل التفاصيل تحط عليها اشارة الصح تمام نعطي موافق او يوافق تم حاليا هون اول خيارات لازم تحط بريدك الالكتروني تمام دخل بريدك الالكتروني بعدين تحط كلمة مرور طبعا لازم تكون كلمة المرور اول شي تبدأ بحرف كبير لان احيانا قام تصير مشاكل وما قام يتم قبول الكلمة تحطها باول حرف كلمة اول حرف كبير وبعدين تحطها بشكل عادي ما بأي مشكلة لازم تكون اكثر من ثمان احرف او ثمان احرف بعدين تحط هون اسمك واسم العائل لازم تحط معلوماتك الصحيحة من اجل اذا بعدين طلب منك تأكيد او امور ثانية لازم تحط معلوماتك بشكل صحيح وتحط اسم العائل يعني اللقب تحط هون اي سنة ولادتك والشهر واليوم نحن راح ندخل معلومات وبعدين اه نقوم بارجوع لنستكمل عملية الانشاء بعد ما سجلنا بحسابنا وحطينا الكودي اللي اجانا على الايميل راح يطلب منك تسجيل دخول مجدد دخل انت للأيميل سجلت به راح تفتح لك الصفحة بهذا الشكل تمام اول شي راح نعطيه هنا على الموافق موافق لاني نحط عليها خيارات صح بعدين نعطيه التالي تمام ها كلها مشان سياسات والامور هاي بعدين عندنا هنا تمام عندك الخيارات اللي تختارها انت اول شي انت تحط كباق طبع كباق خاص او شركة نحن نحط على باق خاص لحالنا ما بأي مشكلة تضغط على تحط على اول وحدة بعدين هنا عندك الايميل تحط ايميلك بعدين تحط كنك ذكر او انثى طبعا تختاري اللي انت يشوفه مناسب اليك طبعا اذا كانت انت ذكر ذكر او مستر ما بأي مشكلة بعدين تحط هون لازم تحط الاسم اللي موجود عندك بالهوية يكون صحيح بشانة ما صار عندك اي مشكلة ان شاء الله تمام اهي نقطة مهمة جدا تحطها بعدين هون تحط الاسم الاخير تحط الاسم الاخير اسمك اللي موجود تحط البلد اللي انت مقيم بها تختار حسب البلد والدولة بعدين تحط هنا الادرس واحد تحط مثلا انت اولا منقيم تكتب عنوانك هنا او مثلا انت مثلا كنت تركيا تحط مثلا تركيا اسطنبول تمام او مثلا كنت باي مكان طبعا تحط اولا مثلا اسم البلد بعدين تحط المقاطعة مثلا المحافظة جوا تحط العنوان بالتفصيل العنوان منين تجيبه كانت عندك فالتورة ماء او كهرباء ومكتوب بها طبعا عنوانك لازم عنوان يكون بالانجليزي حصرا تمام بالانجليزي حصرا العنوان لازم يكون بعدين اه البوست كود طبعا هذ II اجيبه الرمز البريدي تفتحها لل соврем تفتح على الكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوهو view تكتب عمز البريديا مثلا لمنطقة اسطنبول او الرمز البريديا لمنطقة سللر او الرمز البريديا لمنطقة بدك إياها أنت وتحطه هوني ولازم يكون صحيح طبعا الرمز البريدي. بعدين هون تختار المنطقة مثل ما قلنا لكم أنتو. تختار المنطقة. نحن نختار اسطنبول. قل واحد يختار حسب المكان اللي مقيم به. طبعا طلعا للمناطق اللي طيران تركيا. راح طلعا للمناطق اللي موجودة بالتركيا. اسطنبول مثلا. تمام. آآ بعدين تحط هون السيتي مثل ما قلنا للمدينة. مكتوب هون بلاز يوز انجليش اولي. يعني استخدم بس الانجليزية فقط. تحط مثلا المدينة مثلا حطان هون تختار المنطقة اسطنبول. تحط مثل هون السلر او المنطقة اللي انت مقيم بها مثل ما قلت انا. تمام. بعدين تعطي الخيار هون مشان المتابعة. نحن راح نعبي هاي جميع المعلومات والبيانات وبعدين راح نقوم بارجوع لكم. تمام بعد ما اكدنا معلوماتنا انطينا على الخيار الثاني اللي هو المتابعة. راح يبعث لنا ايميل. تمام راح يبعث لنا ايميل. نروح هنا على الايميل من اجل آآ ضغط الرابط والتحقق آآ من هذا الشيء طبعا انه التأكيد الحساب. نفوت على الايميل اللي اجانا من قليل. نضغط عليه. راح نطيك رابط اكيد. مشان نضغط عليه. وتحويل طبعا يقول لك هون اكبس على المتابعة عملية التسجيل. نضغط عليه. و راح نضغط المتصفحي اللي احنا اشتغلنا به. و راح يقول لك تمام حاليا طلب الباع طبعا جاري. حاليا راح تجيه رسالة يقول لك تم انشاء الحساب من دون اي مشكلة. طبعا صار عندك حاليا آآ انه الحساب تبع المطور صار عندك جاهز حاليا. بس ما باي مشكلة عندك حاليا هون مكتوبة. يمكنك الان تسجيل تطبيق مجاني واعتبارك باع في متجر بعد التوقيع طلب باع تجاري. يمكنك بيع التطبيقات المدفوعة. طبعا حسب انت. اذا بدك تبيع تطبيقات حط يعني بسعر او اي شي. طبعا حاليا هاي طريقة انشاء الحساب تبع السامسونج من دون اي مشكلة. يعني صار حاليا اذا كنت ترغب في تطبيق مدفوع. لازم انت تسجل. اذا تحط تطبيق بمصاري لازم تفوت هنا وتسجل وتوقع على اتفاقية وبعد يصير تحط تطبيقات بسعر. اما تطبيقات مجانية اضف تطبيق مجاني وتقدر تختار الاندرويد او طبعا غالكسي ووتش. طبعا هاي بعدين راح نشرح عنها بفيديو ان شاء الله ثاني طريقة رفع التطبيقات على متجر سامسونج. ان شاء الله تكون استفدتم بهذا الفيديو واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار بخصوص اي شي. حطوني بالتعليقات. اما بالنسبة مثل ما قلنا لكم حاليا لسا ما طلب من التأكيد هوية. اا ما طلب منه اي شي. طبعا بس تحط معلوماتك. اي مش تكون صحيح المعلومات. اذا في المستقبل طلب هوية او صارت احديثات على المتجر. مشان تكون جاهزة امورك. اما تمام? وحاليا. امتما قلنا لكم هذا الشرح اليوم بس انشاء حساب متطور على متجر السامسونج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة